من رام الله ينضم إلينا أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني فهمي الزعرير أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي ستوديو الحدث قراءتك لماذا تصعد إسرائيل بعملية عسكرية بهذا الحجم في الضفة الغربية الضفة الغربية تشهد تصعيد واقتحامات واعتقالات منذ السابع من أكتوبر ما الذي تغير لماذا تريد أن توسع إسرائيل من عملياتها في الضفة الغربية هل انتهت من غزة وتريد أن تفتح جبهة جديدة في الضفة؟ ولماذا باعتقادكم؟ أولا شكرا لك وشكرا لطاقم الحدث والمجد والخلود للشهداء الشعب الفلسطيني في اليوم 327 لحرب الإبادة والتطهير العرقي الذي قلنا مرارا وتكرارا منذ أشهر أن الذي يجري في شمال الضفة الغربية هو نموذجا مصغرا لما يجري في قطاع غزة وأن التأخر الذي يتم الآن أو الذي تم سابقا في استهداف الضفة الغربية وتحديدا شمال الضفة الغربية كان مرتبط بالتأخر ما يمكن أن يسمى بالسيطرة الميدانية في قطاع غزة بكل حال ما يجري في شمال الضفة الغربية الآن حربا بالمعنى الحرفي للكلمة من طرف واحد لأنه لا يشد هناك ما يسمى بالقوة المتكافئة والاحتلال الإسرائيلي يحاول إظهار سواء عبر ما يسمى بالإنزال الجوي أو بالقوة الهائلة من المشاوة الدبابات أو باستخدام المسيرات ضد المواطنين الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية على نحو الخاص في مخيمات الفارعة ونور شمس وطول كرم ومخيم جينين وحتى ربما في استهدافات متقطعة للبلد القديمة في مدينة مبنس كما تعلم موزير الداخلية الإسرائيلية يقول بأنه بهذه العملية العسكرية الكبيرة يستهدف بنية إيران التحتية تعليقكم يحاول إظهار أن هناك ما يمكن أن يسمى بحربا ما بين الاحتلال الإسرائيلي وما بين أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية ما قالوا يسراء الكاتس ويسراء الكاتس بالمناسبة هو وزير الخارجية الإحتلال الإسرائيلي الذي يتصرف باعتباره ربما أكثر من وزيرا للدفاع وأنه ناطقا باسم اليمين المتطرف الإسرائيلي لأن هذه ليست لغة دبلوماسية بحال من الحوال وقد تحدث كثيرا سابقا أما فيما يخص إيران على نحو خاص هذا جزء من الدعاية التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي من خلالها تبرير الجرائم التي تتم في واقع الضفة الغربية كما تفعل بالمناسبة في كثير من مناطق الشرق الأوسط لأن الاحتلال الإسرائيلي يوغل في الحديث عن إيران لا يمس إيران ويمس كل منطقة العربية بشكل أو باخر لا يوجد هناك ثمة أي اتصال حقيقي مادي مؤثر فيما يمكن أن يستهدف فيه الضفة الغربي إلا أن أطماع الاحتلال الإسرائيلي تتمثل أساسا في الضفة الغربية في محاولة الاستيلاء والاستهداف الأراضي الفلسطينية في مناطق سي وغير مناطق سي ومحاولة طرد السكان الفلسطينيين ومحاولة تغول وتوغل مباشر من المستعمرين عبر الاستطان المباشر في عموم الضفة الغربية من جنوبها إلى شمالها بالمناسبة من يطا جنوبا إلى جنين شمالا اسمح لي يا سيد فهمي أنت تقول بأنه لا ربط حقيقي بين إيران وبين ما يحدث من حرب إسرائيلية ولكن حتى إيران هي تربط تصعيدها وأيضا تشغيلها لأذرعها في المنطقة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لا لا هذا ما يشاع في الإعلام وما يعني لا أرغب في أن أقول في يوم الدم الفلسطيني في شمال الضفة الغربية وفي قطاع غزة نهب روبوغاندا بهذه التعبيرات ولكن هي في حقيقة الأمر حرب دعائي الذي يدفع الثمن فيها والذي بدأت دفع الثمن فيها ويدفع الثمن فيها للآن هو الدم الفلسطيني فيما يخص إيران على نحو خاص نحن من قلب طهران قلنا ذات يوم أن الوضع الداخل الفلسطيني والشأن الداخل الفلسطيني لا يجب أن يتم تدخل فيه بحالة من الأحوال وأن الفلسطينيين يجب أن يدفعوا نحو وحدة فلسطينية وليس نحو محاولة الجذب هنا وهناك وأظن أن إيران ثبت أنه قد قتل واغتيل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بوزنه وهو رئيس مزراء فلسطيني سابق بوزنه في المعادلة السياسية الفلسطينية وإيران لن تفعل شيئا ولم تفعل شيئا بحالة من الأحوال المستهدف الآن هو الدم الفلسطيني المستهدف الآن هي الأرض الفلسطيني والمستهدف الآن هو الوجود الفلسطيني وقلنا مرارا سابقا وأقولها من جديد أن القضية الوطنية الفلسطينية في مرحلة استهداف وتصفي وجودي بالمعنى الحرفي للكلمة وإذا ما تذكرنا نتنياهو في اليوم الرابع للحرب كان يوم الأربعاء وأظن أنه كان الحادي عشر من أكتوبر قال نحن ندخل في حرب الاستقلال الثانية ونريد في أن نؤمن هذا الكيان أي الاحتلال الإسرائيلي لخمسين عام قادمي بالمعنى الحرفي للكلمة الحال الفلسطيني الآن نحن الذين ندفع الثمن من دم أبنائنا ومن مقدرات الشعب الفلسطيني والشعب الفلسطيني لن يستسلم بحال من الأحوال ولن يهرب من أرضه بحال من الأحوال ولكن يجب أن يكون هناك تدخلا عربيا إسلاميا دوليا لمحاولة حق اندماء الشعب الفلسطيني لمحاولة حق اندماء الشعب الفلسطيني وتأمين وصيانة القضية الوطنية الفلسطينية تتحدث حضرتك عن التدخل العربي وأهميته ماذا عن التدخل وردات الفعل الفلسطينية هل هناك ردات فعل حتى الآن تبل ورد على هذه العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية شوف أختي الكريمة السلطة الوطنية الفلسطينية التي تقود الشعب الفلسطيني في حدود الضفة الغربية وجزئيا في قطاع غزة معلوم أنها قد تم استهدافها منذ فترة طويلة من الزمن لتبقى حية ولكنها في أضعف ما يكون وهي الآن ومنذ زمن تجلس في منطقة تقاطع ما يمكن أن نسمى ليس بإطلاق نار بل بالاستهداف سواء الاستهداف اللفظي أو الاستهداف حتى المادي من الاحتلال الإسرائيلي يقال أنها سلطة طائفة لا تستطيع أن تؤدي واجباتها من الولايات المتحدة الأمريكية وأعوانها يقال أنها سلطة بكل ما يشاء عنها من الخلل وكانه لا يوجد خلل إلا في داخل الفلسطين ويجب أن نسعى بكل حال بإصلاح الحال الفلسطيني من المواطنين الفلسطينيين لا تستطيع أن تؤدي واجباتها ولكن الأمة العربية التي الشعب الفلسطيني هو جزء منها كان بإمكانها منذ 11 شهرا عبر النظام الرسم العربي وعبر القمم العربي أن تؤدي ما يمكن أن يوقف نزيف الدم الدول التي أوقفت حتى الآن التي قطعت علاقاتها بالاحتلال الإسرائيلي هي ثلاث دول في كل هذا العالم أحد منها ليست عربي الدول التي أوقفت صفرائها وعلاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي أحد منها ليست عربي ولا بالمناسبة ولا إسلامي الذي يجب أن يكون هو يجب حماية الشعب الفلسطيني والقضية الوطنية الفلسطينية ما يجري الآن في الضفة الغربية هو نتاج أن الحال القائم في قطاع غزي قد تم طوال 11 شهرا دون أن يكون هناك رد فعل حقيقي من الدول العربية والإسلامية ولا ربما المجتمع الدولي حتى بالمناسبة حتى قرار بمحكمة العدد الدولي الذي أخذ في شهر واحد في القرار الأولي ربما أعطى مدخلا أو منفذا فرعيا لتشريع ما يجري في قطاع غزي حضرتك تحمل الدول العربية والمجتمع الدولي المسئولية في التصرف في هذه الأوقات ولكن ماذا عن السلطة الفلسطينية أنت وصفتها الآن بأن خطة لها أن تكون حية ولكن ضعيفة ماذا استفادت إذن من وجودها على قيد الحياة بهذا الضعف أنا هذا أولا أنا لم أحمل الدول العربية أنا قلت أن الدول العربية نحن أبناء دم واحد وأبناء أمة واحدة الدول العربية والإسلامية ولذلك ليس بواردي على الدوام الإساءة لما يمكن أن يسمى من أبناء أم العربية لأن أعلم ماذا يمكن أن يتم الحديث في هذا الموضوع طويلا وإرادة الأمة محاولة السيطرة عليها من أكثر من 100 عام حتى هذا اليوم الثاني فيما يخص السلطة الفلسطينية قلت لك تفصيلا ما هي الحال الذي أنيط بالسلطة الوطنية الفلسطينية لكي تبقى حية وضعيفة لا تستطيع أن تؤدي مهامها وبالمقابل هي موجودة بكل الأحوال نحن نسعى ولدينا ما يمكن أن يسمى بالأدوات الممكنة ولكن هذه الأدوات غير فاعلة في هذه اللحظة تحديدا فيما يخص الدبلوماسية الفلسطينية وفيما يخص القانون الدولي وهو المركز القانوني لدولة فلسطينية والسلطة الفلسطينية بكل حال يجب أن يصار إلى قوة دفع عربي وإسلامي لكن أنا أسأل حضرتك هل تحمل السلطة الفلسطينية المسئولية كونها كانت ضعيفة؟ كما وصفت الحضرت أبدا أنا جزء من السلطة الوطنية الفلسطينية وأعي تماما ديناميات الاستداف القائمة فيها السلطة الوطنية الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية تسعى بقدر إمكانياتها ولكنها مستهدفة من كل الأطراف ليس فقط من الاحتلال الإسرائيلي مستهدفة من كل الأطراف لإبقائها سلطة ضعيفة نأمل في أن نتجاوز هذه الحال في مرحلة من المراحل لكي تستعيد السلطة الوطنية الفلسطينية عافية وتستعيد الوحدة الوطنية الفلسطينية إمكانياتها شكرا جزيلا أنا أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني فهمي أزعارير كنت معنا من رمالة شكرا جزيلا لك